السلام عليكم ورحمة الله اليوم شرح بسيط وسهل جدا ومفيد جدا نفس الوقت هو عملية اخفاء اشارة الراوتر يعني من تجي تبحث بالموبايل او بالحاسبة تريد تعرف اشارة او اسم الراوتر ما راح تلقاه او تلقاه باسم غير الاسم اللي انت خليته وراح الاسم ما راح يختلف يعني من تريدك انك راح يطلب منك مو بس باسويرد اسم و باسويرد بها الحال راح تصعب على المقابل طريقة التكنيك على الراوتر او تهكيره كل ما في الامر نذهب الى المتصفح ندخل على الراوتر انا داخل مباشرة لان مغير الايبو ما تتم سوي عشير هتروح على كلمة ويرلس الاختيار الخامس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس طبيت على الوايرلس كل ما في الامر تضغط على هذي كلمة الصح تضطيها الغاء من تضطيها الغاء انا ما ارتلغيها يعني تضغط على كلمة save من راح تضغط على كلمة save راح تطلع لك هناك كتابة باللغة الانجليزية تضغط عليها راح تسوي الراوتر راح تقطع عندك الاشارة من تقطع راح تجي تبحث ما راح تلقي اسم شبكتك الانتخال لي راح تلقي كلمة other تضغط على كلمة other نقرتين راح ينطيك ادخال الاسم يعني اسم الاشارة ماتك ما راح يظهر انت الدخل شو مسجلة الدخل للاسم بعدين تضطي الاسم مضبوط تضطي انت راح يطلب منك عفوا راح يطلب منك password تدخل ال password لتكنك طبيعي وهذا كلمة في الامر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته